الروضة الافتراضية اللي أطلقتها وزارة التعليم مؤخرا للأطفال من عمر ثلاثة حتى ست سنوات من خلال تطبيق إلكتروني مجاني يحتوي على عناصر تعليمية تم بنائها وفق المعايير الإنمائية للتعلم المبكر ومنها الأناشيد، الألعاب، القصص، والفيديوهات، والأنشطة ومن خلال هذا التطبيق يمارس الطفل جميع الأنشطة التعليمية والإدراكية والتفاعلية الحسية وبيظهر فيه المحتوى التعليمي على شكل واجهات رسومية جاذبة للتعلم منها الألعاب التقنية اللي تهدف لتعلم الطفل القيم والمفاهيم عن طريق المتعة والتحفيز وتراعي الفروق الفردية بين الأطفال تتبع خطة زمنية محددة يتمكن من خلاله الأب أو الأم من متابعة آداء طفله في المهارات العملية فهل فعلا يقوموا بالدور بفعالية؟ وإيش هي النصائح اللي تساعدهم على ذلك؟ هذا اللي حنتكلم عنه اليوم أو بلا شكل حديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم لنا من الرياض الأستاذة حنان الحمد مستشارة تربوية صباحاً خير يا أهلاً وسهلاً يا أستاذ صباحكم أهلاً وسهلاً فيكم يا أهلاً يا أهلاً فيكي أستاذة حنان لو نتكلم عن الروضة الافتراضية طبعاً بالمبدأ هي خطوة جداً مهمة ولها هداف يعني واضحة لدمج أكبر عدد ممكن من الأطفال بالتعليم المبكر فبس ليش التعليم المبكر ما كان يعني يستحوذ على هذا الاهتمام من قبل؟ بداية خليني أقول أنه التعليم المبكر كان من أولويات وزارة التعليم وضعت له خطط لكن التفعيل الحقيقي بدأ السنة هذه يعني لو رجعنا للخطط السابقة بنجد أنه التعليم المبكر وزيادة عدد الروضات له أولوية لكن التفعيل السنة هذه بدأ لأنه تأخر المشروع كثير يعني هو بدأ من مشروع تطوير التعليم أيام الملك عبدالله يرحمه أيام معاني دكتور أحمد العيسى خرجت فكرة اللي هو بما أنه عدد الروضات قليل عندنا في المملكة كان في هناك خطة لمشاركة التعليم الأهلي لزيادة عدد الروضات بحيث أنه أكبر قدر من الطلاب السعوديين والغير سعوديين أو المقيمين في المملكة يلتحقون في تعليم رياض الأطفال فهي الفكرة ليست جديدة ولكن تطبيقها الفعل بدأ السنة هذه جميل أستاذ حناني حنا بلا شك نعرف أن أهمية الروضة للأمانة هو تهيئة الطفل للمرحلة المقبلة وبلا شك هو أصعب شيء أنك تخلي الطفل يطلع من بيته وما يشوف أمه لفترة طويلة فمن وجهة نظرك أنت شنو الفوائد الموجودة في الروضة الافتراضية اللي مرح يطلع الطالب من بيته أو الطفل من بيته ويروح إلى روضة حقيقية حقيقة ممكن نتكلم عن الجوانب اللي ممكن الأهالي ينبسطوا فيها بالتطبيق الافتراضي خاصة الأمهات اللي تحب أن الطفل هيكون موجود عندها في البيت دائما تعرف أنه إذا اختلط الطفل في مجتمعات كثيرة ممكن يلتقط عدوى أمراض يكتسب سلوكيات غير جيدة في بعض الأحيان فهذه بعض الأمهات تقول لا أنا أفضل أني أدرس الطفل في البيت أو أعلمه الأساسيات في المنزل فهذه بتلقى دعم من النوعية هذه من أولياء الأمور لهذا التطبيق فتقول خلاص الوزارة أعطتني المنهج كامل أنا بتابع الطفل في البيت يعني هذه الإيجابية اللي أنا أشوفها أيضا بتساعد الوزارة كحل مؤقت ما نقول حل دائم إنها تغطي النقص في عدد الروضات خاصة أنه مشروع القسائم التعليمية في التعليم الأهلي الرياضي الأطفال ما تفعل فهو كحل مؤقت للوزارة خاصة أنه الروضات الحكومية اكتفت تسجيل فيها أو مدارس خلينا نقول الطفولة المبكرة اكتفت تسجيل فيها أو اكتذت المدارس فهذا حل مساند إلى حين توفير المقاعد للأطفال فهذا الجانب الإيجابي بالنسبة للجانب الآخر خلينا نقول أنه هذه المرحلة تتطلب أنه الطفل يتعلم باللعب والحركة أنه يخرج إلى مجتمع آخر يتعرف على المحيط الخارجي يكون صداقات يتعلم بالأقران التطبيق هذا أنا ما أعرف كيف هيكون له أو هيسمح للطفل تعلم هذه المهارات الحركية والاجتماعية لكن نأمل أنه أولياء الأمور لما يتابعوا الأطفال في الشيء هذا أنه يراعوا تنمية هذه الجوانب عن طريق الأقارب عن طريق الأهل أو عن طريق المجتمعات مثل الملاهي إلى آخره أستاذ حنان كلام جميل وصحيح يمكن أكثر الشيء خوف الأمهات اللي هو المهارات الاجتماعية وزي ما ذكرت يمكن هذا لازم يحطوا جهد زيادة لو استخدموا أسلوب الروضة الإفتراضية هذا الجهد زيادة أنه زي ما يقلتي أنه يجيبوا الأقارب مع بعض عشان يقدر يكون هذه المهارات الاجتماعية لكن نحن نبغي نستخدم على استخدام التكنولوجيا يمكن في أمهات كثيرة دي الأيام بيشتكوا من السوشيال ميديا وتخوفهم من التابلت ويمكن حتى وزارة التعليم وإحنا كبرنامج نحذر من استخدام التابلت والتكنولوجيا لسن قبل العشرة سنوات فكيف تشوفي هذه الروضة الإفتراضية كيف حتأثر على الصغار خاصة في عمر صغير يعني الوزارة والتربويين وحتى الأطباء يقول أنه استخدام الأجهزة الذكية بكثرة للطفل تسبب له انطواء تسبب له أحيانا تقول أنه ما يصير عنده أي تواصل اجتماعي إلى جانب الأثر الصحي السلبي عليه سواء أعصاب اليد الرقبة السمنة التي الآن نشوفها منتشرة بين الأطفال فزي ما ذكرت أنا أتمنى أن الوزارة حطت هذا الحل أو وجدت هذا الحل كحل مؤقت لأنه أجد أنه سلبيات استخدام الأجهزة الذكية خاصة أنه هذا التطبيق يعني ما نقدر نحمله على اللابتوب لازم على جهاز يعني ذكي مثل الجوال أو الآيباد أو whatever أو التابلت فإحنا هنا نتمنى أنه يكون هذا مستقبلاً التطبيق مساند للتعليم والإسراع بتوفير مقاعد للأطفال في المدارس لأنه سلبيات استخدام الأجهزة الذكية يحذر منها عالمياً والوزارة نفسها وإدارة الطفولة المبكرة نفسها في الوزارة تحذر منها فلذلك يعني تحسي فيه شوي خليني أقول تناقض قليل أو هناك تناقض مثلاً متعودين إحنا التعليم عن بعد يوفر للكبار ومع ذلك ينصح أنه لا تعتمدوا عليه كثير نجد هنا الوزارة قاعدة توفره للصغار وأوقفت التعليم عن بعد للكبار في الجامعة فهينا تحسي أنهم فعلاً كانوا مزنوقين شوي في الوقت فأوجدوا هذا التطبيق هو يمكن مو مزنوقين في الوقت هو يمكن أكثر يعني هو توفير منهج للأهالي أنه هما يتبعوه يعني أنا مثلاً كأم أحب أعرف أنه مثلاً أنا طفلتي لعمرها سنتين أو ثلاثة إيش مفروض تكون تعرف وإيش ما تعرف في هذا السن فهو حلو أنه يكون للأهالي لكن هو يعني زي ما إحنا ذكرنا يمكن في له خطورة شوية لكن الأهالي لازم يعرفوا يوازنوا الموضوع ويخلوا التابلت في إيد الأهالي مو في إيد الأطفال نفسهم ياخدوا المنهج ويطبقوك فعلياً للأطفال يمكن هذا هو أنسب أحل يكون صحيح وهذه نقطة مهمة جداً يعني هل أنت مثلاً تضمن على مستوى المملكة كاملة أنه الأمهات على نفس المستوى من الوعي أو كما أسموه المربي في التعميم الموجود في الوزارة هل نضمن أنه الأهالي سوف يتبعون ما ذكرتي أستاذة سارة أنه حتتابع الأم وحتى تشوف الطفل يستخدم مستخدام جيد وإلى آخره هل نحن ضمنين أنه جميع الأمهات على مستوى الوعي والتعليم لا للأسف لا نحن نتكلم أنه هذا التطبيق نعم نحن نتكلم أنه هذا التطبيق موجود لجميع سكان المملكة على مستوى ثقافاتهم على مستوى درجات التعليم مثلاً أم طبيبة خليني أخذ على سبيل المثال يعني الفائدة أنها ترسل ابنها للروضة تعوض الوقت اللي هي ما هي موجودة معا بأنه يتعلم ويكتسب مهارات فأنا لما أخلي للمعلومية أنا ليش أقول حل مؤقت ونزنقه في الوقت لأنه هذا التطبيق السنة القادمة اللي بيلتحقون في الصف الأول ابتدائي تصدر لهم شهادات معتمدة من هذا التطبيق فعلشان كده أنا أقول على الوزارة أنها تسارع بإيجاد مقاعد للأطفال يعني ما صار هو برنامج مساند السادة سارة والسادة عالي لا صار مؤهل للطالب أنه يلتحق السنة القادمة في الصف الأول ابتدائي شكراً لك أستاذة حنان الحمد مستشارة تربوية يعطيك ألف عافية يمكن زي ما ذكرتي ممكن هذا المستوى الوعي غير موجود في السعودية ولكن هذا واجبنا أنا أشوفه اليوم واجبنا كإعلام أنه إحنا ننشر هذا الوعي ونتمنى كاستشارة وكإعلاميين أنه إحنا نزيد هذه نسبة الوعي ونخلي فعلاً يكون فيه مسؤولية أكثر في استخدام في التوازن بين استخدام المناهج واستخدام التابلت بس من نهاية ترى هو مثل ما ذكرت للسادة أنه حل مؤقت يعني ما راح يكون دائم هو حل مؤقت لكنه حل في الأخير إحنا ما نمغل نقول أنه مشكلة هو حل لبعض الناس اللي ما يقدروا يحطوا أهليهم في مدارس اللي مثلا بعيد عليهم عندهم مشكلة مواصلات اللي عندهم أطفال مرة كثيرة صحيح فهو حل في الأخير